السلام عليكم اليوم رانا في حي الأعمال تعباب زوار ورانا في الموقع عندها بالشروع تعال الحديقة العمومية الجديدة واللي هرانا الآن الأشقال هذي رهي أضانسات يعني بمقارنتين بالمرة الأخيرة اللي جد فيها هذي عندها حوالي شهر الآن الأشغال رهي طورت ورهي تقريبا نهاية انتحها وفيه استعمال بتاع مربعات أكبر وهذه المربعات اللي كنا حابين نشوفوها إذن هذه هي تابعونا في الفيديو هذا سوف نوفيكم بكل صغيرة وكبيرة حول المشروع حتى الحديقة العمومية إذن بتاع مربعات زوار مربعات زوار جميل، مربعات زوار اول فائز رجل، مربعات في الانتحها جميل، تبعات وكبيرة اشتركوا في القناة 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 افريقيا اشتركوا في القناة 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 يبقى سؤال مطروح ترجمة نانسي قنقر مربعات هذه ملاح لكن القصة التحم هو قضية لازم الدوزاج يكون ملاح وخاصة لازم الدوزاج لازم الدوزاج لازم الدوزاج لازم الدوزاج يكون قوي باش الماء ما تشربش الماء باش الماء ما تكون ايطانش لازم تكون الدوزاج تحم كبير إلا ما كانش الدوزاج ملاح وكان الرمل شوية كثيرة فتولي تولي تشرب بالماء هذه المربعات الإسمنتية تولي تشرب بالماء إذن لازم هذا المنتج تحم هذه المربعات لازم يستعمل دوزاج كبير في الإسمنت خاصة كما قلنا على سورفاس على سورفاس على سورفاس لازم المربعات وهي يكون الدوزاج ملاح أولا تكون لازم ملاح الماء ينزل لا يشربوه لا يبقى لا يبقى لا يبقى وثانيا تكون الصلابة تكون صحيح تكون الصحيح تكون صحيح تكون بيان دوزي إذن هذا هو المشكل بتاع هذه المربعات الإسمنتية اللي استعملناها كثير في هنا وفي أرديس لكن دوزاج تحتها ناقص واللاحظ أنه فيه يعني استعمال كثير من النماذج لتعام المربعات فيه خلق كبير انتع النماذج انتع المربعات هذه كل يوم يجبوا موديل جديد كل يوم موديل جديد بزاف لازم كتير تكون منطقة معينة يخيروا موديل واحد لازوج لازبش يكفروا لموديل وهنا رانا في الطريق هذا الطريق هذا كان من المفروض يروح تل الجهة المقابلة كان يقدر يروح تل الجهة المقابلة بدون ما ينقاطع المفروض كان الطريق هذا يوصل الجهة لطريق رئيسي هما غلقوها غلقوها هنا غلقوها غلقوها مكرا هنا غلقوها غلقوها ه reag believer غلقوها لطريقوها هل غلقوها غلقوها هل غلقوها غلقوها افضل نتركهم في لعاية الله وحفظي والسلام عليكم اشتركوا في القناة